نحن ننأى بأنفسنا عن الصراعات ولكن لا ننأى بأنفسنا عن أي موقف عربي متضامن مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج في نسف لكل الجهود الرامية إلى إعادة العلاقات اللبنانية العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص إلى مسارها الطبيعي وسد الهوة الكبيرة التي تسبب بها جورج قرداحي وتصريحاته حول اليمن وميليشيا الحوثي بالإضافة إلى سياسة ميليشيا حزب الله المعادية للدول الخليجية الميليشيا المثيرة من نظام الملالي في إيران تزيد من العداوة والبغضاء بين لبنان ومحيطها العربي وفد من ميليشيا الحوثي في البقاع اللبناني باستضافة واستقبال من ميليشيا حزب الله التي نظمت فعالية خاصة لميليشيا الحوثي رفعت خلالها راية مكتوب عليها كلنا اليمن في تأكيد صريح على مساندة أذرع إيران في البلدان العربية لبعضها على الرغم من الأزمات الخانقة التي تعصف بلبنان فضلا عما ستجلبه مثل هذه التصرفات من ويلات على اللبنانيين الغارقين في واقع اقتصادي ومعيشي غاية في السوق في كل مكان سيكون كلنا اليمن وفي كل مكان في كل بقعة فيها أحرار سيكون هناك كلنا حزب الله أمام هذا الاستكبار العالمي غضب واستياء شعبي كبير في الأوساط اللبنانية وسط تساؤلات عن دور الحكومة اللبنانية ومكانها وكيفية قدوم وفد من ميليشيا الحوثي إلى لبنان لا سيما وأن هذه الزيارة تأتي بعد أيام قليلة على ادعاء زعيم الميليشيا حسن نصر الله ولاءه للبنان فقط وعدم تنفيذه أجندات أسياده في طهران فيكن جيبوا لي مثل واحد من تأسيس حزب الله من 82 إلى اليوم مثل واحد قام به حزب الله لمصلحة إيران وليس لمصلحة لبنان جيبوا لي مثل وليس بالبعيد عن زيارة وفد الحوثي مؤتمر في الضاحية الجنوبية لبيروت تنظمه ما تسمى بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية المعارضة والتي تتبع أيضا لنظام الملال في طهران مؤتمر بحضور وإشراف مباشر من ميليشيا حزب الله على الرغم من منع الداخلية اللبنانية تنظيم أنشطة للجمعية الموالية لطهران على الأراضي اللبنانية لما لذلك من إساءة إلى دول الخليج وتقويض للجهود المبذولة لإصلاح ذات البين معها بحسب ما أكده وزير الداخلية بسا مولوي إذا يعناك حزب الله وسط استمرار ميليشيا حزب الله في الهيمنة على لبنان وسيادته ودفع البلاد المنهار أكثر فأكثر نحو الهاوية كل ما شاكلنا بالإبنان من وراء سلاح حزب الله الجوع المصاري الإرهاب السرقة كله من وراء حزب الله